تعتبر مديرية الهندسة الآلية الكهربائية من المديريات المهمة في وزارة الدفاع ويقع على عاتقها التخطيط والتنفيذ والإشراف على عمليات التصليح والإنقاذ والإخلاء ونتيجة لتضافر جهود ضباط ومنتسبي صنف الهندسة الآلية الكهربائية تم إعادة المئات من العجلات والدروح والمعدات وقطع الأسلحة المختلفة إلى العمل بعد أن كانت متهالكة وتم عرضها من خلال حملات مختلفة كانت بحضور القائد العام للقوات المسلحة والسيد معالي وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش لطلاع على ما تم إنجازه مديرية الهندسة الآلية الكهربائية هي إحدى مديريات دائرة الميرة التابعة لرئاسة أركان الجيش والتي واجباتها تكون التخطيط والإشراف ومتابعة التنفيذ لعمليات التصريح والإنقاذ والإخلاء وتعمين المواد الاحتياطية وإعداد الكوادر الفنية الخاصة بالصنف لإسناد الجيش العراقي وتنتشر معامل مديرية الهندسة الآلية الكهربائية في أنحاء العراق كافة وحسب قواطع العمليات من البصرة إلى الموصل ومن الغرب للشرق وفيها ترتبط مباشرة بنا أربع معامل قاعدة ومدرسة مستودع مشترك و11 معامل متوسط وللدعم اللامحدود للسيد معالي وزير الدفاع ثابت العباسي وكذلك الفريق أول الركون عبد الأمير يا الله في دعم هذا الصنف قمنا بحملات عديدة لحد الآن حيث تم إنجاز مئات العجلات والدروع والأسلحة وسميناها حقيقة قادة النصر الأولى وصلت إلى قادة النصر السادسة التي فيها كانت حقيقة افتتحها السيد دولة رئيس الوزراء ولصل في الهندسة الآلية الكهربائية معامل مختلفة منها معمل الدروع الغربية ويعمل هذا المعمل على إدامة وصيانة الدبابات البرامز بنوعيها وأيضا صيانة المدرعات وناقلات الأشخاص وتتم عملية الصيانة من خلال توقيتات معينة وبشكل مستمر معمل الدروع الغربية من المعامل المهمة بالجيش العراقي اللي يقوم بإسناد وإدامة وصيانة الدبابات الأبرامز بنوعيها الأموان وأمتو والهرقل اللي هي يعني تنقذ الدبابة الأبرامز في ساعة المعركة كذلك عندنا جناح المدرعات أعتقد شفتوا يقوم بإدامة وتصليح وصيانة المدرعات ناقلة الأشخاص عن 113 أزمنة مجدولة للمعدمة ننتظرها يعني تعطل أكو تمشي كذا فترة نسوي لها صيانة مجدولة ندز على الوحدة أن المعدماتك لها إدامة وصيانة تدخل مثل ما تشوفون ننزل المحرك وجميع الأجهزة جميع الفلاتر كلها تبدل إلى أن تطلع منها صالحة 100% ومن المعامل التابعة لصنف الهندسة الآلية الكهربائية هو معمل الدروع الشرقية ويعمل على إسناد قطعات الجيش العراقي في تصليح الناقلات والدبابات الشرقية بمختلف أنواعها ويسابق هذا المعمل الزمن من أجل تصليح كافة الدبابات والناقلات من أجل إدخالها الخدمة ويتم ذلك من خلال تصليح وإدامة كافة المعدات والأجهزة فيها يعتبر معمل الدروع الشرقية المعمل الرئيسي الذي يسند قطعات الجيش العراقي في تصليح الناقلات والدبابات الشرقية بمختلف أنواعها نستقبل الدبابات والناقلات العاطلة من وحدات الفرقة التاسعة ومن سراية المشاة الآلية لقيادات العمليات المعمل يقوم بتصليحات الخط الرابع يعني تصليح عام تصليح المحرك وجهاز التبديل وكل الأجزاء الميكانيكية الأخرى والمنظومة الكهربائية بالإضافة إلى تصليح البدن من سمكرة وصبق إلى آخره وعاد التأهيل هذه المعدات بصورة تامة وفي ذات السياق أجرى كادر إعلام وزارة الدفاع جولة في معمل متوسط الرستمية والذي تشكل في العام 2007 ويقع على عاتقه تصليح العجلات المختلفة لمقر وزارة الدفاع والمديريات والوحدات المختلفة وأيضا يقوم المعمل بتخصيص زمر فنية لفحص وتصفير الأسلحة المختلفة والتي يتم إعادة تأهيلها تشكل معامل متوسط الرستمية بتاريخ 2007 مهام المعمل تخطيط وتنفيذ عمليات التصليح والانقاذ والإخلال يمقر وزارة الدفاع والدوار والمديريات المرتبطة بها وقيادة نشات فرقس 17 وأمورية المنطقة الوسطى وأمورية موقع بابل تم إشراك المعمل بحبلات رادة النصر من الأولاء إلى السادسة وقام المعمل بتصليح 239 عجلة اختلفة الأنواع من تشبيه المحركات واجست التبديل والسمكرة والصبغ والدوشمة وإعادة المنظومات الكهربائية كرار ربيعي إعلام وزارة الدفاع